السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول فيديو من سلسلة القود النظيف في هذا الفيديو سنشرح أشياء مهمة جدا جدا في كتابة القود الخاص بك أول شيء سنتحدث عليه هو تسمية المتغيرات أو تسمية الدول أو تسمية كذلك الكلاسات التسمية مهمة جدا 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 أول شيء سنبدأ بالمتغيرات كيف تقوم بإعطاء أسماء جيدة للمتغيرات مثلا لدينا متغير تريد أن تضع فيه قيمة اسم يعني name إذن هنا هذه هي الأسماء الصحيحة يعني تقوم بكتابة مثلا my name يساوي ton my ثم تقوم بإضافة يعني لا تضع فراغ في تسمية المتغيرات لا تضع فراغ بين كلمتين ولا تقوم بالبداية برقم ثم حروف يعني دائما الحرف يسبق ثم الرقم يعني ممكن أن تقوم بكتابة my name يساوي ton أو ممكن أن تقوم بكتابة my ثم هذا الرمز name tom ممكن أن تقوم بكتابة my ثم هذا الرمز name tom ممكن أن تقوم بكتابة my ثم in هنا capital name tom ممكن أن تقوم بكتابة جميع الحروف capital أو جميع الحروف small ليس هذا مشكل ممكن كذلك أن تقوم بكتابة my name to أوكي يساوي ton يعني هذه كلها أسماء صحيحة يعني سواء المتغير يكون كله حروف سواء small أو capital ممكن أن تقوم بوضع كلمتين في متغير واحد لكن لا تضع يعني فراغ يعني space ضروري أن تضع هذا الرمز لا أعرف اسمه بالعربية صراحة أوكي هذا الرمز هذا الرمز هنا ممكن أن تقوم بوضع حرف capital والحرف كلها small ممكن أن تقوم بكتابة رقم مع الحرف لكن الرقم يجب أن يكون بعد الحرف بعد يعني الحرف أو بعد الكلمة بهذا الشكل أوكي هنا المتغيرات الخاطئة يعني كما تقول لا يمكن أن نقوم بكتابة رقم ثم حرف هذا خاطئ تماما كذلك لا يمكن أن نضع هذا الرمز الذي يكون في الوسط هذا الرمز يعني يكون تقريبا في الأسفل عكس هذا الرمز الذي يكون في الوسط ممنوع لا يمكن أن تضع يعني هنا يعني space يعني أو فراغ بين كلمتين بهذا الشكل يعني هذه التسميات الصحيحة للمتغيرات ليس هذا فقط يجب أن تعطي اسم صحيح المتغير إذا كان هذا المتغير سيستقبل اسم قم بتسميته name أو my name إذا كان المتغير مثلا يستقبل عمر قم بكتابة age أو هذه العمر هذا ينطبق على الدوال والكلاسات جيد جدا مثلا هنا يعني المتغيرات السيئة جدا هي أن تقوم بكتابة مثلا let in ماذا يعني بin يعني مثلا تريد أن تعبر عن ال in يعني اسم لكن لا تقوم بكتابة in قم بكتابة name بهذا الشكل لأن in لا نعرف ماذا يعني تقصد بها نفس الشيء مثلا هنا يعني مثلا هنا cut يعني تريد أن تقوم بكتابة category ثم تقوم بكتابة فقط cut لا قم بكتابة category كاملة حتى يفهمها الكل كذلك هنا يعني تقوم بكتابة مثلا كلمة لا معنى لا مثلا foo what is foo يعني foo ماذا يعني foo يعني يجب أن تقوم بكتابة مثلا age يعني عمر name يعني اسم last name أو first name مثلا أو مثلا school يعني بهذا الشكل يعني أعطي الأسماء كما هي وتكون كاملة يعني لا تقوم بكتابة فقط الجزء أول أو حربة ذي لهم وقم بكتابة كلمة أو اسم متغير كاملا أوكي هذا ينطبق كذلك على الدوال وكذلك على الكلاص الصغر يعني مثلا class هذا الكلاص به دوال يعني خاص بالإنسان هنا قم بتسمية الكلاص person أوكي قم بتسمية الكلاص person بهذا الشكل هنا سننتقل كذلك إلى boolean مثلا boolean إذا كان لديك متغير boolean لا تقوم مثلا person لا تقوم بكتابة person يشوي through بل قم بكتابة is person يشوي through is لأن boolean تعني صحيح خطأ أوكي يعني حين تقول is person يعني لها معنى أوضح عكس أنك تقوم بكتابة person نفس الشيء مثلا age قم بكتابة has age مثلا dance قم بكتابة can dance بهذا الشكل يعني هذا في البول يعني نقوم بإضافة is وهذه و has و can أوكي يعني مثلا في العمر نقوم بإضافة can مثلا رقص نقوم بإضافة can في العمر نقوم بإضافة has و person نقوم بإضافة is أوكي لا تقوم بكتابة الأكواد بهذا الشكل يعني بترتيب أوكي يعني بالترتيب لا يكون يعني سطر هنا وسطر هنا وسطر هنا يعني تقوم الأكواد داخل دلة بالترتيب الدول يجب أن تعطي لكل دلة اسم على حسب هدف هذه الدلة مثلا دلة تقوم بإضافة معلومات إلى قاعدة البيانات قم بتسميتها answers مثلا answers data أو مثلا دلة تقوم بحذف البيانات من قاعدة البيانات قم بتسميتها delete data يعني قم بإعطاء الاسم على حسب دور هذه الدلة مثلا دلة تقوم بجمع رقمين قم بإعطاء اسم هذه الدلة sum مثلا يعني قم بتسمية الدول على حسب على حسب دور هذه الدلة وما تفعله جيد جدا هنا مثلا في بايثون سنعطي مثال مثلا حين تقوم بكتابة هنا this function name يعني تقوم بكتابة الأكواد داخل هذه الفنكشن ثم حين تنتهي من الدلة تقوم بإعدادة إلى السطر يعني السطر يكون مع السطر هذه الدلة ثم تقوم بكتابة الأكواد الأخرى ثم إذا أردت أن تقوم باستدعاء الدلة تقوم باستدعاء بهذا الشكل ثم تقوم هنا بالرجع إلى السطر وإكمال الأكواد الخاصة بك يعني يكون الترتيب جيد يعني لا تقوم بوضع السطر هنا وسطر هنا وسطر هنا كل دلة تقوم بوضع الأكواد الخاصة بها بداخلها ثم هكذا وهكذا يعني هذا ما في هذا الجزء يا إخوان فقط هنا تعرفنا على بعض الأمور تسمية المتغيرات يجب أن يكون الاسم يعني له معنى أن يكون الاسم كما رأيتم في الفيديو ونفس الشيء مع الدوال ومع الكلاسات أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر